رغم المعارضة الواسعة التي وجدها القرار الأمريكي بحظر تيك توك في البداية فإن آخر الاستطلاعات كشفت عن أن نصف الأمريكيين يؤيدون حظر تطبيق تيك توك فيما يعارض 32% منهم ذلك بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز بالشراكة مع معهد أبسوس وأظهر الاستطلاع أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن الصين تستخدم تيك توك للتأثير على الرأي العام الأمريكي ويستعد مستخدم تيك توك من الأمريكيين لليوم الذي يحضر فيه تطبيق في بلادهم من خلال إنشاء حسابات ثانوية على تطبيقات أخرى وبعد جدل تطبيق تيك توك الذي تسبب في توترات متزايدة بين الصين وأمريكا اتهم تقرير أسترالي جديد بكين بالاخترقات السيبرانية وسرقة بيانات المستخدمين عبر تطبيقات التسوق والألعاب بعد سنوات من حرب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا وحظر متبادل للتطبيقات اتهم باحثون بمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أجهزة الدعاية الصينية بجمع بيانات الأمريكيين الدراسة الأسترالية خلصات لن شركة التكنولوجيا الصينية بما في ذلك تطبيقات التسوق والألعاب الشهيرة التي يستخدمها مئات الملايين في الولايات المتحدة وحول العالم تجمع بيانات عن المستخدمين لا جانب يمكن استخدامها لتعزيز حملة الدعاية الحكومية في الخارج الدراسة أشارت إلى أن الصين تسعى للحفاظ على سيطرتها الكاملة على بيئة المعلومات داخل البلاد وتعمل في الوقت نفسه على توسيع نفوذها في الخارج لإعادة تشكيل النظام البيئي العالمي للمعلومات حيث تسعى الصين لتصبح المحركة الأساسي لمستقبل تبادل المعلومات والبيانات في جميع أنحاء العالم ورغمنا في بيكين إلى أن الدراسة تتهمها باستخدام الاقتراقات السبرانية أو حتى سرقة المعلومات والبيانات والأفكار مؤكدة أن جهاز الاستخبارات الصيني وشركات خاصة تشرف بشكل مباشر على هذه العملية ويشير التقرير إلى أن التطبيق تيمو للتسوق الإلكتروني الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة العام الماضي قام بجمع كميات كبيرة من البيانات التي من المحتمل أن تتم مشاركتها مع نظام الدعاية في الصين إلا أن غموضاً ما زال يكمن في كيفية استخدام البيانات التي يتم جمعها ومشاركتها